أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال أحوار مع مجلة أتلينتيك أكد أن المملكة العربية السعودية تتطور وفقا لمقوماتها الاقتصادية والثقافية وشعبها وتاريخها وقال ولي العهد أن عدد سياح في السعودية ارتفع من 6 ملايين في 2016 إلى 17 مليون سائح في 2019 مضيفا أن المملكة من بين أسرع الدول نمو في العالم واقتصادا سوف يحقق نمو 7% العام المقبل وأن السعودية تتقدم بمجموعة العشرين وأن تكون بمرتبة أعلى من 15 بحلول عشرين الثلاثين كما أن المملكة لديها أثنان من أكبر عشرة صناديق في العالم وموقع استراتيجي يمر من خلاله 27% من التجارة العالمية أكد سمو ولي العهد أن القانون في السعودية يطبق على الجميع وأن ليس لدينا مفهوم الدماء الملكية مشددا أن الإصلاحات المتعلقة بالمرأة هي من أجل السعودية وليست استرضاء لأي أحد كما أشار إلى أن التطور الاجتماعي في السعودية سوف يسير بالاتجاه الصحيح وفق معاييره ومعتقداته أيضا شدد سموه أن ليس لأحد الحق في التدخل في شؤوننا الداخلية فهذا الأمر يخصنا كسعوديين فقط وفي الشأن المتعلق بالمنطقة قال ولي العهد أن مجلس التعاون الخليجي دولة واحدة تواجه نفس المخاطر والتحديات والفرص الاقتصادية وأكد أن المملكة وإيران جارتان لا يمكن لأحدهما أن تتخلص من الأخرى والحل بالتعايش مجددا التأكيد على أن أي اتفاق نووي ضعيف سوف يؤدي لنفسي نتيجة امتلاك قنابل نووية وهو ما لا نرغب به ترجمة نانسي قنقر